بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا اليوم هو فيه ضمن علم الاقتصاد ونتحدث عن ما نسميه الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي نعني بكلمة الاقتصاد الكلي الاقتصاد الذي يتعلق بدولة ما لها كيانها السياسي والاقتصادي والقانوني ففي دولة ما الاقتصاد الكلي ندرس فيه تكون القطاعات الاقتصادية في هذا البلد وندرس فيه مثلا القطاع المالي والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري والقطاع الزراعي والقطاع الخدمي وندرسها كلها بمجموعها وبتفاصيلها بس ككليات وليس كمشروعات تفصيلية أحادية هذا هو الاقتصاد الكلي وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن جانب من الاقتصاد الكلي مهم جدا هو جانب الحسابات القومية نتحدث عنها بشيء من التفصيل إذن الاقتصاد الكلي هو دراسة اقتصاد بلد وتكون هذا الاقتصاد وبالتالي كيف يمكن التأثير على تغيير أو تغييرات في هذا الاقتصاد فيزيد مثلا القطاع التجاري على حساب أن ينقص القطاع الانتاجي وكيف تتطور هذه القطاعات في بلدان متعددة وفي أيضا البلد الواحد كيف تتطور خلال الزمن وما هي المؤثرات التي تؤثر فيها من هذه المؤثرات مثلا في كثير من الدول المعاصرة وبخاصة الدول اللي تسمى بالدول الرأسمالية سنتحدث عن هذا فيما بعد أيضا عن الرأسمالية والاشتراكية والنظام الإسلامي وغير ذلك سيأتينا حلقات في هذا الموضوع ولكن في الدول اللي هي الرأسمالية تتبع النظام الرأسمالي حصل تغير مهم مفيد أن نلاحظه من الآن وسيكون لنا حديث عنه أيضا هذا التغير هو الزيادة الكبيرة وبخاصة في بعض هذه الدول وعلى رأس الولايات المتحدة الزيادة الكبيرة في القطاع المالي على حساب القطاعات الأخرى كلها الزراعي والصناعي والتجاري وإن كان القطاع الخدمي أيضا قد زاد في البلدان الرأسمالية يعني لو نظرنا إلى تطور الاقتصاد الأمريكي هذا نحن نتحدث بالاقتصاد الكل يلاحظوا عن القطاعات بمجموعها فالاقتصاد الأمريكي خلال الخمسين سنة الماضية ازداد فيه القطاع المالي بنسبة كبيرة وضعف فيه القطاع الصناعي كان كبيرا في وقت من الأوقات يشكل أكثر من أربعين بالمئة خمسين بالمئة من الاقتصاد في الولايات المتحدة ضعف إلى حوالي الثلاثين أو أقل وازداد القطاع المالي الذي كان قليلا قبل خمسين سنة مثلا في الستينات من القرن الماضي ولكنه كبر كثيرا إلى درجة يتخوف منه كثير من الاقتصاديين اليوم يعني كثير من الاقتصاديين الغربيين يتحدثون اليوم عن تغول القطاع المالي في البلد مثل أمريكا وهذا التغول يتحدثون عن خطورته تحديثا كثيرا سيأتي لنا كلام عن أشياء من هذا إذن في الاقتصاد الكلي ندرس هذه الكليات في الاقتصاد الجزئي سندرس الأفراد الأفراد هؤلاء إما أشخاص مستهلكين أو أصحاب دخول فهو يعمل من جهة فيحصل له دخل ويستهلك ويشتري السلع الاستهلاكية من السوق فهو مستهلك نتحدث عن فرص العمل له ونتحدث عن تأثيرات فرص العمل المتعددة وكيف تحصل تغيرات في فرص العمل إذا تذكرون في الحلقة الماضية قلت أن صناعة تلفون السيارات ماتت موتا كاملا فبكل تأكيد الذين كانوا يعملون سواء صناعيين أو عمال أو تجاريين يتاجرون يعملون في تلفونات السيارات فقدوا أعمالهم ولابد أنهم انتقلوا إلى أعمال أخرى وأخذهم وقت حتى يعيدوا تكييف قدراتهم ليتناسبوا مع أعمال أخرى هذه الأمور ندرسها فيما نسميه الاقتصاد الجزئي إذن الاقتصاد الجزئي ليس أننا ندرس جزءا من الاقتصاد لأننا ندرس الوحدات الفردية في هذا الاقتصاد ندرس المستهلك وندرس أيضا كيف تتكون الأسعار في الأسواق ننتج المنتج والمستهلك إذن فالاقتصاد الجزئي عندنا بصورة عامة نوعان من النظريات وهي كثيرة عند ذلك نظرية المستهلك ونظرية المنتج بكل تأكيد هناك نظريات أيضا كثيرة لموضوعات أخرى مثل نظريات الاستخدام استخدام العمال التشغيل تشغيل العمال هناك أيضا نظريات متعددة وكيف تؤثر الأحوال المتعددة من ارتفاع أسعار أو انخفاض أسعار أو من انخفاض سعر العملة أو ارتفاعها أو من اكتشافات حديثة أو مبتكرات حديثة أو وجود توفر أسواق خارجية ما كيف تؤثر على سلوك المستهلك وعلى سلوك المنتج وكيف تؤثر أيضا على نظريات وسلوك الاستخدام باستخدام العمال وتشغيل العمال وإلى آخره جزء مما نسميه بالاقتصاد الجزئي أيضا نبحث كيف تتكون الأسعار في الأسواق الأسعار في الأسواق بأنه لما يكون السوق حرة إذا كانت السوق حرة يدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء ويبيع الإنسان بما يشاء ويشتري ما يشاء وكل هذه الأمور حرة وليست عليها قيود عندما تكون كذلك عند ذلك كيف يتكون السعر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا لما طلب منه أن يسعر قال الأسعار الله سبحانه وتعالى هو المسعر الأسعار بيد الله كيف تتكون هذه الأسعار يعني كثير من الناس بتفكير بسيط نستطيع أن نقول إن إذا زاد الطلب على سلع ما يرتفع سعرها أو إذا نقص إنتاج سلع ما أو توفر سلع ما في الأسواق يرتفع سعرها وبالعكس ينخفض سعرها وإذا كسدت سلع ما ينخفض سعرها وحتى تزيد سعرها تحتاج أن تعمل لها إعلانات ودعاية بحيث يكثر الطلب عليها يقتنع المستهلكون أن يطلبوها ويشتروها تعرفون الحادثة وهي طريفة ومفيدة لعلنا نختم بها هي عندما كسدت الخمارات السوداء فقال الشاعر بعد أن حركه التاجر قال له افعل شيئا حتى لا تكسد تجارة هذه فالخمار السود فقال الأبيات وذكرها يقال أنه صعد إلى المئذنة وقالها كما أنه يؤذن على المئذنة حتى يسمعها كل الناس قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق دين محمدي فذهبت النساء عند ذلك ليشترين الخمار الأسود هذه طرق الدعاية التي تستعمل لترويج السلع ولزيادة الطلب عليها بكل تأكيد هناك دعايات كاذبة ودعايات صادقة ولا بأس من الدعايات الصادقة إذن هذه أبحاث وهناك نظريات كثيرة تفسر سلوك المستهلك وسلوك المنتج وسلوك ما بينهما من علاقات استخدام وعلاقة ذلك بالنقود وكيف تتكون الأسعار بنظريات عديدة يمكن أن تبحث بالتفصيل عند ذلك والحمد لله ربي العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة